هنأ سمو شيخ عبدالله بن زايدا لنهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي كاثرين كولونا وزيرة الخارجية الجديدة في جمهورية فرنسا وتبادل السم وهو معالي وزيرة خارجية فرنسا وجهة النظر بشأن الأوضاع في المنطقة وسبل ترسخ دعائم الأمن والاستقرار بها بما يحقق تطلعات شعوبها إلى السلام والاستقرار والتنمية كما بحث الجانبان سبل تعزيز أفاق العلاقات الثنائية لأسيما فيما يتعلق بالتعاون في مجال مكافحة التغير المناخي في ضوء استضافة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في أبوظبي العام المقبل